موسيقى ايضا لاظهار السبب والنكيته نبدأ بساتش ساتش عندنا كمثال نقول العرض التلفزيوني الجديد مضحك لدرجة ان كل من في فصلي يشاهده ترتيب الجملة عندنا اذا بنستعمل ساتش ناخد ساتش اول شيء بعدين نحط الادجكتف صفة طبعا ممكن نحط اه ساتش ا بعض الاحيان او في الاغلب احنا نحط ساتش ا بعدها ا على طول لكن بعض الجمل ما نحطها على حسب عندنا ساتش بعدين ا بعدين نحط الادجكتف الصفة واللينا هي فاني واللي ما نامضحك بعدين النون لازم نحط بعد الادجكتف الصفة نحط بعدها اسم شو عرض اسم بعدين ذات ساتش افاني شو ذات مثال ثاني إنه فيلم رائع لدرجة أنني شاهدته عدة مرات أول شي عندنا such بعدين الصفة واللي هي هنا great والمنها عظيم أو رائع بعدها الاسم واللي هو هنا movie film such a great movie that كمثال we laughed so much that we had tears in our eye نحن ضحكنا بشدة لدرجة أن عيوننا أصبحت تذرف دموع تركيب الجملة مع so so بعدين نحط adjective or adverb ينحط صفة ينحط حال وبعدها that هنا عندنا بعد so في كلمة much so ممكن ما نستعمل بعدها adjective أو adverb ممكن أستعمل much أو many it was so windy that we couldn't go sailing لقد كان الجو غائنا للغاية ولذلك لم نستطع الذهاب للإبحاث عندنا so بعدها الadverb حال واللي هو windy معنى هرائم بعد ذات مثال ثاني the dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it كان الفستان ذا تصميم رائع لدرجة أنني لم أستطع بعد عيني عنه عندنا so بعدين wonderfully adverb حال عندنا designed عادي ممكن wonderfully designed أضيف كلمة بعدها لكن بالأغلب تكون صفة عفوا أقصد فعل designed مصمم that الحين عندنا سؤال نطالع في هذه العبارة those are great pictures that I never want to throw them away كانت الصور جميلة أو رائعة للغاية لدرجة أنني لم أريد رميهم بعيدا عندنا خيارين نحط such ولا so طبعا نطالع بعد الفراغ إيش عندنا عندنا great واللي هي adjective صفة وبعدها pictures noun اسم بعدين ذات such أو so اللي كان تركيبها صفة وبعدين اسم الإجابة such those are such a great pictures that I never want to throw them away our naipers are kind that they let us borrow their lawnmower جيراننا طيبون للغاية لدرجة أنهم قاموا بإقراضنا جزازة العش بخاصته عندنا such أو so نطالع بعد الفراغ عندنا kind صفة وبعدين ذات ما في اسم معناته الإجابة بتكون so وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو see you next time ترجمة نانسي قنقر